اتصالاتكم للتعليق أخذ الأستاذة جانجا شقيقة جانجا عب مانعم شقيقة الفنانة الراحلة الكبيرة سعاد حسني جانجا أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ وائل أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بيك هل عندك تعليق احنا بنناقش القضية المتعلقة مش هاقل للأسطوب اللي هي تتكلم بي زي المرة اللي فاتت في تونية هي تتكلم بطريقة قوية لا أنا أنا مش عايز طبعا يعني خلينا نناقش القضية بموضوعية يا مدام جانجا هنا أنت تحفظك كان إيه على الكليب بس يا أستاذ وائل أنا عبل كده كلمت في برنامج عبل كده وما كنت شفت أساسا عن الكليب كلمت وانت ما شفتهوش يعني وانا ما شفتهوش كانت بس المعدة بتقول لي وانا ما شفتهوش انتظر أزاي يحصل كده وكان ردي عليها ببساطة لكن المراضي ردي عليها بطريقة مختلفة ده مش فن يا أستاذ وائل ده جنس مباشر أنا على فكرة وعفت الفيديو كليب احتراما لكم لا أنا مش حقبا لا أسمح منها كلمة مش كويسة أنا وعفت الفيديو كليب اتعرض ثلاث يام وعفته أنا أتكلميش خالص لأن انا ممكن أسجلك ونالا لو كان الفيديو كليب بيتعرض كنت انت يداري تعملي كبير لكن أنا أقولت لك خلاص ما بعاش تتعرض طب خلينا نديها بس الفرصة هي على لما تقول ده جنس مباشر ما دوجت نظر ده ما تتهمنيش بحاجة أنا مش موجودة أنا مش حقبا لا أسمع الكلام دوت علشان برضو أتسمع مني كلام شقعي كل ده كلام موضوعي مفيش فيه إساءات لأن أنا اعتذرت لها واعتذرت اللي لا أستاذ بهاك واعتذرت ايه؟ واعتذرت بعد أن أعملت الإسفاف الكبير ده ومتقارني لابتك بسعاد حسني مش حقبا لا أسمع الكلام دوت مفيش بنادة مال سعاد حسني دي طول ما يا وجهة نظر لازم تسمعيها هي لقالت كلمة فيها سباب ولا شتاي هي مش أحسن مني وأنا أحسن منها ده اللي أنا أتكلم فيه أنا دلوقتي ببرنامج مفروب تكلم فيه بكل صراحة إنتي ما تتدخليش كده في أحوالي مع الأستاذ وائل نعم إنتي مش موت الدخل إنتي ما بتحترميش حد إنتي ما بتحترميش حد إنتي أستاذا ما بتحترميش نفسك هتحترمي الأقارين إزاي؟ لو سمحت أنا مش عاط بلات مع الكلام أستاذا جانجا خليني في يا أستاذ وائل المفروض إن المصنفات الفنية من الأساس إنها تمنع السفالة والحقارة اللي بتحصل في الفن ده والله كل الفيديو في البد ماشى كده الفني يا أستاذ وائل مش عايزة أسمع صوت هالله يخليني إنتي واحدة موافقة المصنفات ما أنا وعفت بسبب كده حصل شوية لغبطة في الجمعية وانا وعفت الفيديو كده وكان بإيدي إن أنا أجيبت تحصيرها أنا مرضيتش أجيبه وسكتوا وكده وعلى فكرة انتظر برضو مفاجأة جميلة جدا برضو لاي مفاجأة تعملي إيه تاني سعاد حسن لا مش سعاد حسن طيب خليني مدام جرجاء هل وقفها هي خلاص بتقول سحبت الكليب هل واعتزرت وقدمت اعتذار هل ده كافي؟ لا طبعا مش كافي أنا نعملك إيه؟ نعمل راضع يا أستاذ واقل اللي احنا بنشوفه نعم ده مش الفني يا أستاذ واقل الواحد بالمشاهد بالحركات بالإيحاء دول مش فاهمين يعني ايه فن الحركة هابتت دي معنا هابتت فايع عشان انا برضو عارف اتكلم وعارف اردت على الكلام اللي ايه؟ طيب هابتت دي معنا خلينا اسمع وجهة نظرها طيب مادام جانجا ألف شكر بتوجه لك بالشكر شكرا شكرا